ردنا لكم من يديد مشاهدين ومستمرين وإياكم أكيد في فقراتنا ووصلنا الحين للفقرة الفنية التي بنصديف فيها موهبة ومواهب أكيد فنية ضيفنا اليوم فنان غناء موهوب استطاع أن يحقق نجاحا في سوريا بفضل صوته الرائع وأداءه المتميز وأيضا شارك في العديد من الفعاليات الثقافية والمهرجانات دعونا نرحب وإياكم بضيفنا في الستوديو المطرب سومر عجمية صباحك الله بالخير سومر صباح الخير صوت صباحي وصوت صباحي مارك الفجيرة كله ودولة الإمارات صباح الخير عجمي يعطيك العافية يا أكيد نورتنا اليوم في الستوديو شكرا إليك نور بوزورك سومر من الهندسة المعمارية للغناء كلمنا كيف بدأت مسيرتك ألا بصراحة أنا بعمر لثماني سنين تمام اكتشفوا موهبتي أهلي لأنه الفضل أكيد بالدرجة الأولى أنا ما سجلت بمعهد أو بدروس خصوصي أو بشي كان الفضل الأكبر لأهلي يعني هني اللي اكتشفوا موهبتي ونمولي إياها وعلى مدارها سنين أنا استرطورها بحسب إمكانياتي وقدراتي شلون طورتها يعني قولنا مسيرتك شلون بديت يعني يعني بلشت بجوز بشوية فعاليات بالمدرسة انتقلت للجامعة انتقلت لتسجيل أغاني لمسارح فعاليات أمشطة سياحية يعني بمهرجانات بفعاليات يعني بديت أنك تشارك فهذا الشيء ممكن شجعك أكثر اليوم سومر نشوف كثير أشخاص يمكن عندهم الموهبة وعندهم الصوت الجميل والقوي ولكن يحطونها خلاص موهبة لوقت الفراغ طبعا ما يحولونها لمهنة ولكن الموضوع هذا ما صار عندك انت سويت الغناء حولتها إلى مهنة صحيح؟ ليش؟ هلأ أنا للصراحة كنت بحبز بفترة من الفترات أني أنا حول الغناء لمهني لكن موضوع الهندس الممارية أخدني كتير لبعيد يعني أخدني مجال هندسة العمارة لبعيد كتير فصار موضوع الفن شوي أنه حاولت كل شوفين يقامل هذا البلانس بين العمارة والغناء بس يعني شوي بيجوز صعب بهذه الفترة طبعا أنا عم حاول أشتغل على أنه يكون الغناء مع هندسة العمارة يعني صوروا المهنتين هني إلي جميل يعني أنت عندك شوي حاليا هو الغناء نوعا ما هواية لكن عم حاول طوره أنه يصير مهني عندي نعم يمكن ضيق الوقت خلينا نقول ما بين المهنة تمام هندسة العمارة بتأخذ الإنسان لمنحة تاني كتير يعني مع أن الشخصية دائمة بهندسة العمارة يكون شوي جدي أحيانا رسمي أكثر والغناء مختلف لقاءنا اليوم سمعنا شيء مع ذلك أكثر من أول أحبك بس ما بغى أقول أخاف لو قلت تتغلى علي مرة أنا بصراحة أحبك حب مو ما أقول أكبر دليل الغلاتك غيرتي مرة شوف دمعتي لحفتي حتى العيون تقول أحلى كلام أحفظك ويضيع من نظره ويضيع من نظره شكرا سلام يا سلام شكرا 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 ما شاء الله بالنسبة لها دعنا نتكلم شوي على الأغاني طريقة اختيارك للأغاني ميل أكثر يعني أين جوك أكثر في الأغاني هلا أنا أكثر الشي بميل للأغاني التربية يمكن لأنه أنا تربيت عليها على أغاني التربية أنا بعمر 8 سنين أنا تربيت على أغاني الزمن القديم مطربين عمالقة مصر أم كلثوم عبد الحليم يا سلام مطربين الكبار كتير يعفا حيلا بس طبعا بهاي الفترة بده الواحد يلحق للترينباد ويروح للأغاني الحديثي يعني أنا حاليا إذا بدي سجل أو بدي غني شيء فحاليا عم روح للجو الحديث للشي اللي بيستقطب الفئة الشباب طبعا لأنه هذا الشي يعني أنت سجلت أغاني سومار؟ سجلت كفارات يعني تقريبا شيء خمس أو ست كفارات سجلتون كنت ببداية هاي الكفارات روح لأغاني خلينا نقول يعني لصغير لكبير أي حدا بيسمعها دائما حلو يعني مثلا هي قديمة كتير هاي الأغاني بس عم يتوارثوها الأجيال يعني بهاي الفترة المؤخرة أنا صرت لما بدي سجل كفار روح للتريند للشي اللي عم يسمعون زين ليش؟ يعني بصراحة هذا الشي اللي بيستقطب فئة الشباب يعني أنت حتى يسمعونك الشباب اليوم اللي يحبين هذه الأغاني اللي هي موجودة تريند فأنت اتجهت لهذا المورد وهذا اللي بيحقق الشهرة أكتر عرفتي كيف؟ يعني موردول التريند هو اللي بيحقق الشهرة أكتر وبيحقق أنه انتشار أوسع خلينا نقول بالفعل يعني حتى يتعرفون عليك تماما أكثر فلابد ولكن هل تتوقع أن الفنان أنه لازم يكون عند بعض المعايير أو الأسس اللي لازم يلتزم فيها مثلا خلينا نقول في أغاني حتى أنه يحافظ على صورة معينة له؟ تماما هلأ أنا أكتر شي بيعني هاي هذا السؤال انت سألتي أنا أكتر شي ملتزم فيه أني أنا ضمن مجال أنه سومر اللي بتعرفه العالم بالأغاني خلينا نقول الراكزي النتقيلي تماما المقامة عندها وزن يعني وزن تماما يعني ما روح لشي شعبي لشي خفيف لشي ما بدي روح لهي الأجواء أبدا يعني بدي ضل بمجال الأغاني الرخيمة خلينا نسميها يعني جميل فمعياري أني دائماً التزم بكلمات بألحام بشي حتى إذا سجلت شي خاص فيني أنه تكون شي الوزن شي جميل جداً خلينا نسمع بعض منك شي سومر على ذوقك تكرم 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 مع أنه عملنا بيج على الفيسبوك والإنستجرام ووسائل السوشال ميديا بس أنا سافرت وكل حد التزم بشي فإن شاء الله بنرجع من الاجتماع جميل أن تكون ويا باند أو فرقة موسيقية أو تحب تكون بروحك سومر كنت بالبداية وما زلت عندي أنه طموح أني أطلع بإسمي لحالي لأن أنا بصراحة تعبت على هذا المجال لحالي تمام؟ فبس بفترة من الفترات لما صارت بفكري موضوع الباند فلا أستهواني هذا الموضوع أكتر يعني الميكس بيني وبين رينو وشهم بيعزف على القيتار بيعطي جوحي له كتير وأنا كتير متمنى أن أرجع اجتمع معهم جميل الله يوفقكم إن شاء الله وتجتمعون وتكونون من الأوائل في هذا المجال أخي نسمع منك شك؟ قلت لي أن تغني أم كالثوم تغني أني باشي صباحي تشي صباح الخير يا وطن طيب أبني أعطي للصبح شرايك؟ طيب على حسبي وداد قلبي يا أبوي راح أقول للزين سلامات 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 على حسبي وداد قلبي يا أبوي ضيعت عليه العمر يا بوي ونالي معه حكايات 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 على حسب ودات قلبي يا بوي حبيبي والله لسه حبيبي والله وحبيبي عمري منسه حبيبي افتكرني حاول حاول تفتكرني حاول حاول تفتكرني ابقى افتكرني حاول حاول تفتكرني حاول حاول تفتكرني شكرا حاول حاول يا سلام شكرا شكرا الأغنية جميلة وصوتك حلو مع هذه الأغنية الصراحة الله سلامك يا رب شكرا نبقى نسمع ما بريحك نسمع على طول أغنية ثانية نبقى يعني أنا شفتك تغني خليجي مصري هلأ بدي روح للتراس السوري شوي حاولو شو اختار شو الأغنية اختار أغنية محبوب قلبك مع موال بالبداية حاولو تفضل يا عين من البكاء زايد ورمها 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 ترعى مننا في الروس العشاء يا أياء يا أياء يا يما محبوب قلبك بالهوى سميتني ومن بعد ما سميتني سميتني عليتني عجوان حك فوق السماء ومن بعد ما عليتني عليتني يا سلام يعطيك العافية أداء جميل سومر زين شلون توفق خلينا نقول ما بين حياتك بشكل عام اليوم أنت أكيد يعني تبقى تسوي أغاني خاصة فيك أكيد لازم يكون عندك خطط صحيح هل وصلت لمرحلة أنك يكون عندك هذه الخطط هل حطيتها ولا بعدك بمرحلة بين الشغل وبين أن أغني تماماً مثل ما ذكرت لك سابقاً أنا أحاول أعمل هذا التوازن بين الغناء وهندس العمارة بس أنا بالدرجة الأولى اهتمامي هلا بمجالي بالأخص أني أنا جديد على قدومي لدولة الإمارات فاهتمامي بمجال هندس العمارة هو اللي حالياً آخذ حيز تفكيري كلياته بس خططي المستقبلي للأمام للأمام بموضوع الغناء أكيد أني أنا أطلع على مسارح أني أنا أصدر ألبومات خاصة فيني أني أصدر أغاني خاصة فيني والموضوع بده شغل بده تركيز بده تفكير بالأغنية اللي أنا بدي سجله بدي كلمات بدي لحن بدي شيء مثل ما قلت لي كيستهوي النمط اللي أنا بغني فإن شاء الله يعني مع شوية يدعى مع شوية الله يسلمك يا سومر هل أنت دخلت دراست في معاهد موسيقية ولا كتفيت فقط على الموهبة لا لا بس كانت موهبة وكنت عم طورة بإمكانياتي أنا بقدراتي أنا تشعر أن المغني أو المطرب محتاج أن يدخل في هذه المعاهد يشارك في المعاهد يأخذ دورات ولا الموهبة تكفي طبعا هذه المعاهد هي كتير بتفيد يعني أنك تتعلمي النوتة وتتعلمي قراءة الصوفيج تتعلمي هذه القصص كلياتها يعني مفيدة طبعا ومهمة جدا لكن أنا يعني دائما ما عندي وقت دائما مسغول أنت عندك مشكلة في الوقت لا خلص أنا بتعلم لحالي وبغني لحالي جميل بس هو أكيد موضوع مهم جدا لواحدي ولكن أحيانا الموهبة تغطي على كثير أمور سومر الحقيقة يوم يكون خامة الصوت موجودة والصوت موجود أحيانا خلاص هو بروحي يتكلم عن نفسه ابنه أكثر شخص يدعمك في حياتك شو يقولوا لك أهلك يوم يسمعونك ردات الفعل بين يعني الناس اللي قراب عليك يعني بالنهاية دائما الأهل هن كل شي تمام الأهل هن كل شي أنا ما عم بحكي هذا الحكي لأني مغترب حاليا يعني هذا الكلام حقيقة يعني دائما بوجود أو بغيابي أنا الأهل عندي إياههم بالدرجة الأولى هن اللي دعموني وهن اللي كانوا يشجعوني هن اللي أي تفصيل بسيط أو صغير بيشوفوا منه نجاح كبير إلي وبيحسسوني بعظمة هذا النجاح فأكيد بالنهاية يعني الدعم الأول إلون والشكر الأكبر إلون بالدرجة الأولى أكيد أكيد موجه لهم نحن أيضا شكر جميل هذا الدعم اللي يا لسه تحصل عليه من أهلك في حد مثلا يا قالك يوما من الأيام قالك سومر صوتك مو حلو فخلاص شتبه لا تغني خلك في الهندس سمعت هيك انتقادات كتير حتى أنا كنت مثلا لما سجل كفارات ينزلوا على السوشيال ميديا كان يجي كتير من الكومنتيات فيه مننا إيجابي فيه مننا سلبية سلبية لكن أنا يعني أني أسمع من شخص هو عارف بالموسيقى هيك عبارة أنا ما سمعت يعني شخص يكون هو موسيقي يجي يخبرني أنه أنا لازم ضل بالبيت ما أغني أو أترك هاي الموهبة أنا ما سمعت سمعت من أشخاص عاديين بجوزي أنا ما أحبه صوتي ما أحبه نغمة صوتي مثلا عادي جدا ما تتأثر بهذه التعليقات أبدا خلاص شتبه في هذه التعليقات نحن نقول لك ما شاء الله صوتك جميل الله يسلم بكفيني شهادة منكم الله يسلم نبقى نسمع أيضا أغنيات ثانية منك سومر ويالمشاهدين أنا أحب الفناني أصالة كتير أصالة لازم لازم مرر شيء إلى نسمع أصالة أد الحروف واللي بأسام العاشين بحبك أد الثواني والدقائق والسنين أد الهموم اللي في قلوب البشر أد العيون اللي كاحلها السهار أد مال بشتكى من نار حبك أد مالي لحكى عن طول بعدك أد الحروف اللي بأسام العاشين أد الدموع اللي فايون المقروحين شكرا يا سلام جميلة هذه أغنية أصالة أنا كتير أحب الفناني أصالة فحافظ لك الأغانية نقدر نقول هي القدوة عندك في مجال الفن أصالة تماما هي أيقونة الفنان ديها جميل وسبق وحضرت له حفلي بدبي طبعا كان شعور لا يوصف عندي جميل جدا غير أصالة حق منه تحب تسمع خلينا نقول من مواليد أصالة أو خلينا نقول من عمر الفناني أصالة أنا كفنانين بحب الفنان كازم الساهر يا سلام جدا 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 والفنان ما عاشت المهندس يا سلام جميل من الفنانات أصالة ثم أصالة ثم أصالة بس شيء جميل لكن خلاص أصالة هي المخدل الطب بكل شيء جميل هل عندك مشاركات معينة حاليا تشارك مثلا في حفلات فعاليات حاليا حاليا يعني يمكن جواب هذا السؤال رح يكون بمثابة شكر لكم بالدرجة الأولى كقناة الفجيرة تستاهل ولشخص غالي على قلب كتير اسمه سام عبد الله هو اللي أمن لي هاي الفرصة فبدي أتشكركم لأنه جوابي على هذا السؤال هو الشكر يعني ممكن أنا من خلالكم إن شاء الله يكونوا يفتح لي معابر جديدة لدولة الموالات المواهب والسوط الجميل دائما يستحق يكون في مكان الله يسلم صحيح حافظ شيء لمحمد عبدو لأن ياني طلب خاص فما أقدر يعني إذا ما أسوي هذا الطلب طبعا محمد عبدو أفضل مذهلة مهبس قصة حسن رغم إن الحسن فيها بحد ذاته مشكلة مذهلة ما هي بس قصة حسن رغم إن الحسن فيها بحد ذات مشكلة مذهلة كل شي فيها طبيعي وطبيعي أجمل من الأخينا طيبها قسوة جفاها ضحكها هيبت بكاها روحها حدت ذكاها طيبها قسوة جفاها ضحكها هيبت بكاها روحها حدت ذكاها طيبها قسوة جفاها ضحكها هيبت بكاها روحها حدت ذكاها تملأك بالأسنى مذهلة 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 سلام هذه الأغنية الله يسلمك يا رب هذه الأغنية بصراحة هي إهداء مني لأختي بهولندا ولأخي بأبو الزبي ولأهلي بسوريا وصل للإهداء الله يحفظكم حق بعض هذه الأغنية لذكرى معنا نحن العيلي وصل الإهداء يا سومر وشكرا أيضا على وجودك بيانا اليوم نورتنا أكيد في السيديو شكرا للمارت الفوجيرة شكرا لدولة الإمارات العربية المتحدة شكرا لها الاستضافة شكرا لك يعطيك ألف عافية